قال لعب السابق بالمنتخب المرتغلي أبيل خافير وأيضا في فريقالة الصرايا التركية لكونة القدم قال إن الفترة التي قضاها في إسطنبول غيرت نظرته تماما عن الإسلام وكان لها أثر كبير في انتخاذ قرار إشهار إسلامه مشددا على أنه أعاد اكتشاف نفسه باعتناقه للإسلام أكد خافير أن انتقاله إلى فريقالة الصرايا في موسم 2002-2003 وإقامته في تركيا خلال تلك الفترة كانت فرصة جيدة له للتعرف على الإسلام وقال إنه ولد في شمالي موزنبيق ونشأ في أسرة مسيحية كاثوليكية ولكنه كان يعرف القليل عن الإسلام وإن انتقاله للعيش في تركيا للانضمام لصفوف غالة الصرايا غير نظرته تماما عن الإسلام وأشار إلى أنه تعرف على الإسلام عن قرب خلال إقامته في تركيا وعقب اعتزال كونة القدم أعلن إسلامه خلال مؤتمر صحفي وذكر خافير أنه كان يشعر براحة وسلام النفسي كلما سمع صوت الأذان في إسطنبول حتى وإن لم يفهم معنى كلماته لأنه لا يعرف العربية وتابع الاستماع إلى صوت الأذان في إسطنبول عدة مرات في اليوم كان يشعرني بالسعادة وخلال تلك الفترة عرفت أن الإسلام دين السلام والطمأنينة وجدت الراحة والحرية في الدين الإسلامي ولفت إلى أنه سفر إلى أماكن كثيرة وعاش في بلدان مختلفة بسبب احترافه قرة القدم واتسعت آفاقه كثيرا وأنه عاد اكتشاف نفسه بفضل الإسلام ترجمة نانسي قنقر